ودلوقتي خلينا نروح للقاء أجرته زميلتنا هيبة حسين مع المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني اللقاء تضمن شرح وافي عن اللي تم منقشته خلال جلسات الحوار الوطني حوار وطني امتد على مدار أسابيع ماضية وصلت إلى خمسة أسابيع وامتد في أسبوعه السادس بعد الانتهاء من المرحلة الأولى ورفع التوصيات الخاصة بها إلى سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات من سيادته فيما يخص هذه التوصيات حوار وطني بمبادرة واضحة من السيد الرئيس لمشاركة كافة أطياف الشعب المصري والقوى السياسية المختلفة على طاولة واحدة ومائدة واحدة لطرح الكثير والكثير من الأفكار لبناء الجمهورية الجديدة والاتجاه إلى الجمهورية الجديدة الشباب كانت تحاضرة وبقوة في هذا الحوار الوطني من خلال جلسات المحور المجتمعي أيضا المشاركة السياسية للشباب والمحور السياسي وحرية التعبير عن الرأي ونظم الانتخابية وكيفية تفعيل هذه النظم على الأرض أي مكان شكل هذه النظم الانتخابية وتطبقها في المجتمع المصري والحياة السياسية المصرية وأيضا المحور الاقتصادي بجنباته المختلفة من ضبط أليات السوق والأسعار توفير العملة الأجنبية زيادة الصادرات تقليل الواردات أليات فيما يخص الاستصلاح الزراعي وزيادة الرقع الزراعية في الداخل المصري عندما نتحدث عن الحوار الوطني الذي لم يصل بعد إلى محطته الأخيرة بالطبع ناقف لنقلب بين الصفحات ما وصل إليه في المرحلة الأولى وما هي الإنجازات التي وضعتها القوى السياسية المختلفة والمشاركون في هذا الحوار يسعدنا أن يكون معي في هذا اللقاء سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني برحب حضرتك سيادة المستشار الحوار الوطني كان مبادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت الأولى من نوعها الحقيقة داخل المجتمع المصري أن الكل يقعد ويطرح الأفكار دون غلبة لأحد عن الآخر شفت التجربة دي إزاي لحد دلوقتي؟ شكرا على الاستضافة الحوار الوطني زي ما قلنا أكتر من مرة للجلوس لترتيب أولويات مستقبل وبناء مفهوم جديد اسمه الجمهورية الجديدة ده ما حصلش قبل كده المجتمع المصري مر بتجارب سميت بالحوار الوطني كانت لإما لترتيب ملف معين أو لحل مشكلة معينة أو لعبور مرحلة معينة لكن لترتيب أولويات مستقبل لبلد على محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية دي تجربة جديدة وإحنا بنقترب من نهايات الحوار الوطني لابد إن إحنا نقول برضو إحنا بنقترب من النهايات لازم أقول إن دي تجربة ملهمة أي حد حضر جلسات الحوار الوطني بقى عنده تشخيص واضح للمشكلات التي ترح بقى عنده تصور عام عن الحلول بقى عنده تصور عام عن المزاج العام فالتجربة مفيدة تجربة ملهمة وأنا أتصور إن هي يعني كما أشار إلى ذلك السيد الرئيس إن حالة الحوار يجب أن تستمر في مؤتمر الشباب في برج العرب طرح هذا السؤال وسيادته تجاوب عليه بشكل مباشر يعني إحنا مرضناش قلنا صاحب الدعوة موجود فالسيادته قال حالة الحوار يجب أن تستمر والحقيقة إن ده رأيي سديد لأن حالة الحوار مفيدة لجميع الأطراف تواصل دائم قلوات اتصال دائمة بين القيادة السياسية وشعب المصر حالة الحوار مفيدة لجميع الأطراف مفيدة للحكومة مفيدة لصناع القرار مفيدة للمواطنين مفيدة للطبقة المتوسطة مفيدة للجميع حقيقة هناك سلسة موضوعات تم البد فيها فعلياً بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للحوار الوطن. ما هي هذه الموضوعات؟ لا هو في بعض يعني أكثر من مئة توصية طلع بيها المرحلة الأولى للحوار مئة تسعة وعشرين توصية هو كان فيه اتجاهين. خليني برضو ايه اتكلمك شوية عن الكواليس هل احنا نطلع توصيات قليلة ولا نطلع اللي خلص معنا ده رأيين كانوا موجودين في مجلس الأمنة فاحنا طلعنا كل اللي أمكن التوافق عليه فطلعنا مئة تسعة وعشرين توصية اعتقد تلاتين واحد وتلاتين توصية في المجال السياسي ستة وتلاتين توصية انا الارقام بالدقة يعني تبع حاجة بسيطة يعني ستة وتلاتين توصية في المحور الاقتصادي وحاجة ستين توصية في المحور المجتمعي بإجمالي عدد توصيات مئة تسعة وعشرين فيهم توصيات تشريعية ومعظمهم توصيات تنفيذية او سياسات حكومية قابلة للتطبيق فمجموعة كبيرة من المخرجات مجموعة كبيرة من الموضوعات طبعا احنا ملاحقين دائما بشائعات فقالوا كده الحوار الوطني افل وخلص وخلاص والمخرجات اترفعت فاحنا موجودين النهاردة وفي استكمال وليسا ما وصلناش لنقطة الأخيرة بموضوعات شديدة الأهمية باسبوع مزدحم من الجلسات وبالتالي الحوار مستمر حوار مستمر وموضوعات فيها نوع كبير جدا من التشابك على الرغم من تقسيم المحاون ما بين سياسي واقتصادي ومجتمعي إلا أنها تتشابك مع بعضها البعض بشكل أو بآخر أو حتى بالعنصر المشاركة فيها سواء من الشباب سواء بلجنة الثقافة سواء من الأحزاب السياسية المختلفة ممثلي الشباب ممثلين في نواب مجلس ممثل للشعب المصري مجلس النواب يعني كل هذه الأمور تجعلنا نتحدث عن صورة كاملة نحو جمهورية جديدة أنت عندك تشخيص للمجتمع ولمزاجه العام صورة واضحة صورة دقيقة صورة واقعية يعني حضرتك بتتكلمي عن التشابكات نضرب مثال يعني النهاردة مثلا بنتكلم في لجنة الثقافة والهوية الصناعات الفنية السينما والمسرح والموسيقى حضرتك في لحظة من اللحظات كنت ممكن تعتقدي أن احنا بنناقش جلسة حرية رأي والتعبير وحرية الإبداع صحيح مع أن احنا لما جينا حطينا في الأول في مجلس الأمنا كنا بنفكر أن احنا نناقش حرية الرأي والتعبير مع حرية الإبداع يعني أنا دايما فيه مفيش حدود ولا خطوط فاصلة هناك إحنا بنتكلم في علم اجتماعي فالعلم الاجتماعي متصل ومتشابك النهاردة مثلا إحنا بنتكلم عن الشباب أنا بقول لحضرتك أكبر عدد حضور ومتحدثين في كل جلسات حوار الوطني كان في لجنة الشباب الاتحادات الطلبية معظم رؤساء الاتحادات الطلبية موجودين معظم المعنيين بتمثيل الشباب في الجامعات موجودين الحقيقة يعني التنوع كبير جدا ما كانش ممكن تقابلي الشباب دول ولا تسمع لهم ولا تقدر تجمعيهم إلا في مكان لاستوقفني كمان سيادة المستشار في لجنة الصناعات الثقافية أو صناعة الثقافة بشكل عام ونحن نتحدث عن الدراما والمسرح والموسيقى جمعت بين رواد الفنون المختلفة وشباب الملحنين وشباب الممثلين والفنانين وبالتالي كان فيه نوع من الزخم كبير جدا في الأفكار وحتى فيما يخص الملكية الفكرية والطروحات الخاصة بيها وكيفية استغلال التكنولوجيا في مجال الفن والثقافة أضيف لحضرتك بعد جديد برضو كل الأبعاد اللي حضرتك ذكرتها دي كان بينظر لها أن الثقافة كمنتج برودكت كسلعة والثقافة كصناعة يعني إحنا عندنا المنتجين وعندنا المصنعين عندنا المستهلكين وعندنا المصنعين يعني الحقيقة يعني أنت أنا شايف حضرتك حضرة جزء من المناقشات وشايف أن تم مثلاً تقسيم الجلسات الجزء بتاع السينما والدراما لوحده أيوة علشان نقدر نسمع بتركيز لأصحاب السينما والدراما الجزء بتاع السقافة بتاع الموسيقى لوحده والجزء بتاع المسرح لوحده حقيقة التأسيمة دي نفسها قدت عمق وإن إحنا ممكن نجيب الموسيقى على المسرح على السينما لكن مشاكل ده غير مشاكل ده غير مشاكل ده تخصص ده غير تخصص ده غير تخصص ده فيعني وكلها صناعة وكلها قوة نعيمة وكلها يحتاجها المجتمع بشكل قوي جداً لتربية الوجدان والسموة بالنفس تعديل السلوك الإنساني وبناء الإنسان كانت من الموضوعات المهمة جداً أو يمكن من الهدف الرئيسي في الحوار الوطني إن أنا إزاي أخلق مؤتمع صحيح إزاي قدر الحوار الوطني بالمراحل المختلفة اللي عدت بيها من جلساته إن إحنا نوصل لخطوات فعيلة وأليات للتنفيذ على الأرض رقم واحد إنك تعرف إن فيه مشكلة وتحددها وتشخصها رقم اثنين إن انت تعرف مكانها فين رقم تلاتة وده الأهم إن فيه توافق يعني أكد يكون كاسح إن أنت لازم تستهدف الطفل في مرحلة التكوين أكيد والشاب في مرحلة التعليم هي دي المرحلة اللي أنت ممكن يأما تخلق منه المواطن الصالح المنتج النافع لبلده والوطن أو أن أنت تفقده والحوار الوطني المداخلات والمناقشات كلها كانت بتركز على المعنى ده فالمعنى ده بقى أصبح واضح جدا يعني طبعا فيه مشكلات آنية بترحلولها فيه حاجات محتاجة تمويل فيه حاجات محتاجة قرارات تنفيذية لكن الأهم كله يجب التركيز على الشباب والنشق لأنه هو ده اللي بيكون الهوية هو ده أهم أهم مرحلة أن أنت تقدر تخلق بها جيل الجيل ده يعني سند لبلده داعم لوطنه مدرك وواعي للمشكلات ولا لأ لأن أنت لو ربيته على الفهم السليم ما تخافش عليه بعد كده صحيح والتأثير على المدى الطويل لأجيال قادمة إزاي قدر ينجح الحوار الوطني في تقديم توافق لكافة المشاركين وما يبقاش فيه نوع من أغلبية وأقلية ده لفظ مش موجود في الحوار الوطني عبقرية الحوار الوطني كانت في أنه ما فيش فيه تصويت في لحظة من اللحظات لما الناس سمعت كده قالوا لا 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 دي هتبقى مكلمة مش صحيح المكلمة أنه يبقى فيه أغلبية وأقلية إحنا ما بناخدش قرارات لو فيه قرارات لو إحنا أخذنا تصويت يبقى الرأي الضعيف أو الرأي الأوليل ده ملوش قيمة إحنا قلنا أن كل رأي له احترام وكل رأي بيتمتع بنفس عدد الدقائق ونفس الفرصة المسلوحة لأي شخص فكرة التوافق وفكرة أن لكل الأراء احترامها وفكرة أنك بترفع الأراء كلها للسيد الرئيس هي لدت للحوار الوطني هذا الثراء فالحقيقة ليه؟ لأن الحوار الوطني مش جهاز إصدار قرارات هو جهاز كشف رؤى مجلس النواب يستطيع أنه يبقى فيه تصويت لأنه بياخد قرارات الحكومة يبقى فيها تصويت لأنها بتاخد قرارات أرضية الحوار الوطني أوسع شوية وفي نفس الوقت هي بتقدم الرؤى دي كلها للأجهزة التنفيذية وللأجهزة التشريعية وفي الآخر القرار للأجهزة المعنية سيادة المستشار في جزء من الأفكار والمقترحات اللي تم وضعها على طاولة الحوار الوطني هتحتاج ربما لمظلة شرعية إيه الإجراءات اللي هتتخذ في هذا الصدد فيما يخص ما يحتاج إلى التشريع هضرب لحضرتك مثلا مثال إحنا بنتكلم عن التعاونيات أو العمل الأهلي أو مفاوضية منع التمييز أو تعديلات قانون مباشر والسياسية أو التمثيل في الانتخابات التمثيل قانون توزيع المقاعد بتاع الانتخابات المحلية هذه الموضوعات بطبيعتها تحتاج إلى قوانين أي في تصور من اتنين بعض التصورات الحوار الوطني رفع بيها نصوص تشريعية متكاملة فدي مرفوعة لمقام السيد الرئيس سيد الرئيس ممكن يأما يحلها للحكومة لدراستها أو الحكومة تحلها للبرلمان أو أحد من السادة النواب يتبنى المقترحات دي ويقدمها بإسمه على خلفية من طرحها في الحوار الوطني وفي بعض الموضوعات الأخرى فضلت إدارة الحوار الوطني إنها ما تقترحش نصوص تشريعية متكاملة فيها وهي أصدى كده ليه بقى؟ علشان تحل الحكومة لدراسة البدائل المختلفة لكل نص تشريعي يعني أحيانا في بعض الموضوعات بتحتاج فعلا الحكومة بما لديها من بيانات وإحصائيات ومعلومات على الأرض علشان تقدر تصوغ النص التشريعي فدي الحوار الوطني ما قدمش فيها مقترحات تشريعية متكاملة آصد ده علشان يترك حرية التقدير للحكومة بما لديها من معلومات طيب المصاري الطبيعي لكن الطرح متوفر وموجود موجود وبأفكاره ومش عاوز أقول لحضرتك إنه النصوصه كمان كانت موجودة لكن الحكمة كانت تقتضي إن أنت لا تغلق على الحكومة أبواب الاختيار من البدائل يعني المصلحة الوطنية تقتضي إن أنت برضو لا تصادر على الأجهزة أو الجهات المعنية أنت لازم برضو تترك له لأن الصورة مش عندك مش كامل هو ممكن الصورة تبقى عنده أوضح لأنه عنده البيانات وعنده المعلومات وعنده الإحصائيات وعنده المعلومات اللي مش عندك فإحنا قدمنا النموذجين في بعض التشريعات متكاملة لما يبقى التعديل واضح وبشحو السياسية مثلا تعديلات تشريعية واضحة قانون مفوضية التمييز لا حطينا الأفكار على الرغم من أن التعديلات التشريعية متوفرة لدى الحوار الوطني لكن الحكمة كانت تقتضي أن أنت تترك للحكومة حرية الاختيار ما بين البدائل المختلفة بما لها من سلطة وبما تتحمله من مسئولية وبما لها من معلومات أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا اللقاء سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني شكرا بيكم أهلا وسهلا أهلا وسهلا